أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نتكلم شوية على الفرقة بتاعتنا والأهلي واستعداداته للموسم الجديد. ويمكن بالتحديد خلال الفترة الحالية الفريق في جازة من النهاردة وبكرة تحديدا بعد معسكر كان مغلق وتطبيق لنظام اليوم الكامل على مدار تقريبا 8-9 تيام. الأهلي كان مركز فيهم من خلال معسكر مميز جدا عن طريق المدير الفاني جديد مارسل كولر المدرب السويسري. المعسكر تخلى له عدد من المباراة الودية. أول مباراة كانت قدام بتروجيات الأهلي فاز 5-1 تجربة أكيد كانت مفيدة. المباراة الثانية كانت أمام أسوان الأهلي فاز بنتيجة 2-1 أيضا كانت تجربة مفيدة. والمباراة الأخيرة التي كانت يوم الخميس كانت قدام طلاقة الجيش والانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. أيضا كانت تجربة مفيدة للغاية لأنك أيضا وجهت فريق متكتل دفاعيا قدامك مع مدير فاني جديد. طبعا فيش تفاصيل كتيرة جدا عن المباراة في إطار السرية والكتمان بخصوص استعدادات النادي الأهلي. ودي حاجة إجابية في الحقيقة لكن في كل الأحوال أكيد قابلت فريق عنيد زي فريق طلاقة الجيش. ويمكن في فترة أخيرة احنا مش بنعرف نكسب طلاقة الجيش بشكل رسمي. يعني دايما فيه سوق حظ في أنك تكسب فريق طلاقة الجيش. لكن ده مش مكياس إطلاقا لأن البعض برضو تكلم على تعادل أهلي مع طلاقة الجيش سفر سفر. ده ماتش ودي تستعد من خلاله. وفيه مدرب جديد عندك كويس إن شاء في التكتلات الدفاعية اللي بتحصل قدامك عاملة إزاي عشان يشوف حلول. حلول بقى سواء عن طريق اللعيبة طبعا الموجودة السوبر اللي عندك أو عن طريق الصفقات الجديدة اللي بتتعاقد معها أو تعاقدت معها. فكل هذه الأمور مهمة جدا وإن شاء الله كل الثقة للجهاز الفني واللعابين في الموسم الجديد. الفريق واصل تدريباته مبارح حتى بعد الماتش مبارح الجمعة كان مران صباحي بس. وبعد كده خد كولر قرار بإراحة اللعابين لمدة 48 ساعة النهاردة بكرة فيش تدريبات خالص. لكن في نفس الوقت الراجل نفسه بيشتغل حتى شفنا صورة هو منزلها لي على حسابه على انستجرام في إطار دراسته المستمرة لإمكانيات فريق الاتحاد المينستيري التونسي في الموبرارة المجبلة اللي حنقابله في دور الـ 32 في بطول الدورة أبطال أفريقيا. فالرجل بيعكف على الدراسة بشكل كبير وعلى حسم بعض الملفات الأخرى في كل الأحوال. فأنا أتمنى له يا رب كل التوفيق. طيب الفريق حيرجع للتدريبات بتاعته بعد بكرة إن شاء الله من خلال مران هيكون وحيد في اليوم. مش هيكون بقى اليوم كامل ولا حاجة هيبقى مران العصر ساعة أربعة أو خمسة للعصر. والتدريبات هستمر حتى ما وعد الصفر اللي بإذن الله هيكون يوم الخميس المقبل يوم ستة أكتوبر. وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه تدريبين بقى يوم الجمعة والسبت وتلعب ممتش يوم الحد بإذن الله تعالى الساعة أربعة العصر بتوقيت القاهرة تلاتة بتوقيت تونس. طيب آخر حاجة هتكلم فيها بخصوص الأهلي لأن شفنا صفحات الأهلي الرسمية المختلفة على السوشيال ميديا من يومين بالتحديد أو تلاتة كانوا أعلنوا أو نوهوا على إن فيه حاجة هيتم الإعلان عنها. فترقبوا خلال الساعة المقبلة الإعلان عن بعض الأمور المهمة اللي ممكن تكون بتهم أكيد كل جماهير النادي الأهلي. ننتظر الأمور في الإطار الرسمي بشكل مؤكد. لكن من طامن الجماهير ده الإسبوع الأخير قبل انطلاق الموسم بالنسبة لنادي الأهلي على الصعيد الأفريكي تحديدا. فأكيد حيكون فيه بعض الأمور الهمة والأخبار المهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. فمش عايزة الناس تقلق خالص وتابعوا وترقبوا كل هذه الجوانب المؤمنة. خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل نرجع نكمل استنم. شكرا